يهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة خبر سعيد جدا تلقيته النهاردة جماهير النادي الاهلي بالموافقة الامنية على حضور خمسين الف مشجع لمباراة الاهلي والهلال السوداني في اخر جولة من دور المجموعات الجولة الحاسمة للنادي الاهلي ان شاء الله خبر سعيد خبر مفرح خبر يخليك مبسوط تقول لي مبسوط ليه؟ هقولك أحب اللي استادي يتملي أحب أشوف مشجعين الكورة أحب أشوف صوت مشجعين الكورة أحب أشوف حماس الجماهير ويا سلام لما تبقى جماهير النادي الاهلي في مباراة مهمة وحاسمة زي مباراة الاهلي والهلال خبر رائع أحلى أخبار اليوم أحلى أخبار اليوم النهاردة الموافقة الأمنية على حضور 50 ألف مشجع في استاد الكورة تقريباً 50 ألف مشجع هما الساعة تتكلم من 60 ل 65 الساعة الرسمية بس أنت تتكلم 50 يعني هاتم لأ الاستاد هاتم لأ مدرجات كلها وما عنديش شك واحد في المليون أن في 50 ألف مشجع هلا وهيبقوا في الاستاد وهيبقى في 50 ألف زيهم نفسهم يروحوا 50 ألف ايه؟ هيبقى في 50 مليون عايزين يروحوا فالاهلي خلاص يا فريق خلاص كل حاجة عايزها حصلت جمهور موجود قبل الجمهور القدر تدخل في مباراة الهلال وصندوينز وخلاك تخش هذه المواجهة ولك الأفضلية إن شاء الله حاجة ثالث كان عندك مشكلة في مباراة المصري في كأس الرابطة والاهلي أعلن اليوم اعتذاره عن المشاركة في هذه البطولة عشان يحسم الجلل خلصنا والنادي الأهلي النهاردة في بيانه هو كان بيان محترم بصراحة عشان بقى أمين يعني ما كنتش حابب إن الأهلي ينسحن لو تسألني أنا أحب الأهلي يلع في كل البطولات والزمالك يلع في كل البطولات والإسماعيل والمصري نحب نشوف الأهلي والزمالك وكل الفرقة الكبيرة طول الوقت بس كون النادي الأهلي أصدر بيان فأصدروا باحترام ما فيهوش غضب ما فيهوش عصبية قال لك أنا والله عندي لعبين دوليين كسر في المنتخبات المختلفة اللعبين الشباب اللي عندي فيه منهم جزء كبير طلع إعارة والجزء التاني مرتبط بيه بطولات الشباب فما بقاش عندي لعيبة أقدر ألعب بيها هذه البطولة بمئن المباراة ما ينفعش تتأجل بقرار واضح من رابطة الأندية فأنا مش هقدر أشارك في هذه البطولة وما فيش في لائحة البطولة بالمناسبة عقوبات على من ينسحب ما فيش فكده الأهلي كمان مش هيبع عليه عقوبات فمنحقه منحقه ليه؟ الأهلي عنده تخمة من المباريات والبطولات بقاله 3 أو 4 سنين تخمة تخمة واللي خالي الأهلي ينسحب من البطولة العربية البطولة ذات العائد المادي الكبير جدا البطولة المهمة البطولة التنافسية المهمة جدا فده يفهمك هو الأهلي بقى يفكر بشكل شوية فيه بشكل علمي شوية مش إنه هو ألعبه خلاص أي بطولة معدية هلعبه وخلاص لأ أنا مضغوط أنا فرقة بتكسب أفريقيا بتوصل لآخر مرحلة في البطولة الأفريقية بقى لي 4 أو 5 سنين بشارك في كاس العلم للأندية بعمل يعني عندي زحمة شغل عندي زحمة شغل زحمة مباريات فالنادي الأهلي خيرا فعل لو ده في مصلحة الفريق قبل مواجهة الهلال السوداني كل الزروف حلوة كل الزروف سانحة كل الزروف مهيئة إن النادي الأهلي إن شاء الله يحقق الفوز المطلوب على الهلال السوداني في مباراة يوم 1 إبريل يوم السبت 1 إبريل تبقى صهرة رمضانية عظيمة نحتفل فيها بالنادي الأهلي للسعود للدور القادم بعد الصعوبات جمّة في هذه المنافسة منافسة مجموعات دوري أبطال أفريقيا ترجمة نانسي قنقر